السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطلبة ان شاء الله النهار ده هنستعرض مع بعض تلخيص لرسالة جديدة من رسائل ماجستير بعنوان دراسات هيدرو جيولوجية وجوفيزيقية على الخزان الجو في الضحل في مدينة الجلالة الجديدة هضبة الجلالة البحرية مصر طبعا دي مقدم الطالب محمد مصطفى ده باحث في معد القوم البحث الفلكية والجوفيزيقية بحلوان الكهرباء. اعضاء الاشراف استاذ دكتور زينو مسعيد سالم ده استاذ الجلوجية المائية والبيئية بقسم الجلالة كلية لهم جامعة طنطة واستاذ دكتور معد العظيم واستاذ الجوفيزيق المساعد بقسم المغناطساء والكهرباء والحراري الارضاء بالمعادة القوم البحث الفلكية ومحدثكم الدكتور محمد صبت. وهنا يعني نحب ان احنا اقول حاجة ان احنا قلناها قبل كده شباب وبنأكد عليها ان احنا قلنا دايما رسالة الماجستير ببلدنة الاشراف بحد اقصى ثلاثة اعضاء والدكتوراء اربع اعضاء مش فيه. تاني حاجة ان احنا زي ما قلنا ان نعاوز ان نأكد على حاجة ان المعد القوم البحث الفلكية والجوفيزيقية ده معد قومي مختص بالابحاث العلمية. بس ده معد مش مختص في النوعية دي درجة علمية. عشان كده تلاقي الطلبة اللي موجودين في المعد بياخدوا لازم ياخدوا الدرجة العلمية من اين? من الجامعة. لان الجامعة هي من الهيئات المنوطة باعطاء درجات علمية في الماجستير والدكتوراء. اما المعد القومي ده معد متخصص في الجوفيزيقية وفي الدراسات الفلكية والجوفيزيقية. وده معنوط بالدراسات البحسية الخالصة. الجامعة بقى بيبقى لها ادوار مختلفة. ادوار باضافة الى ان الجامعة لها دور في البحث العلمي لقى فيها دور تاني لدور التعليمي واعطاء درجات العلمية من اول البكاليروس لحد الدكتوراء. زائد ان لها دور تالت جامعة اللي هي خدمة المجتمع اللي بتعيش فيه. فده بس بنأكد عليك عشان تبقى عارفين عشان اللي ان شاء الله يسجل يبقى عارف هوم الشغال فاي معهد بيعطيش درجة علمية يبقى لازم يسجل في في الجامعة. تاني حاجة ان احنا قلنا ان نسبة الاشراف في الجامعة لابد ان هي تتساوى او تفوق نسبة المشرفين من الخارج. فمسلا دي ماجستير ايبقى على اقل لازم يكون عدوين من من الجامعة زائد عضو من الخارج. ممكن يكونوا تلات اعضاء من الجامعة. ممكن يكون عضو من الجامعة عضو من الخارج. مش مشكلة. العدد العضاء المهم يكون خمسين في المية او اكتر من الجامعة. يعني لو حيبوا اتنين يبقى واحد من الجامعة واحد من خارج الجامعة. حيبوا تلاتة يبقى اتنين من الجامعة واحد من خارج الجامعة. فطالب ممكن يسجل كلك من داخل الجامعة مفيش مشكلة ممكن يكون مشرفين او تلاتة واحيانا بدي بس دي نادرة ممكن يكون مشرف واحد دي اول نقطة احنا عاوزين نبين تاني نقطة بقى يا شباب الدراسات الحديثة بقى دلوقتي انت لو خدت اي موضوع وحبيت تسجل في اي موضوع سواء رسالة مجلسير او دكتوراه او تعمل بحث علمي خلاص حصلت على الرسالة لو عاوز تعمل بحث علمي في حاجات مهمة جدا الاتجاهات الحديثة دلوقتي سواء انت حضرتك في مصر او في اي دولة عربية وبتسمعني دلوقتي تقريبا كل المناطق الجبلية وكل الاماكن هتلاقي فيه ناس كتير اشتغلت فيه ان البحث العلم وشغل الجنوجيا في المنطقة العربية بدأت من اكتر من 150 سنة فمعنى ذلك تقريبا هتلاقي معظم المناطق عندك اتغطت بحثة طب انت دلوقتي هتشتغل ايه وعاستشتغل حاجة جديدة من اهم الاتجاهات الحديثة شباب ان احنا دلوقتي ممكن تكون جيوفيزية تلاقي مثلا المنطقة تم عمل ابحاث فيها ورسال كتيرة فيه نقطة معاناة في الجيوفيزية فيه الماجنيتك او في الصيازمك او في الكهربية او ما الى ذلك لو انت جيولوجيا ممكن يكون فيه ابحاث كتيرة تعمت على المنطقة من ناحية طبقات من ناحية من ناحية الصخور من ناحية وما الى ذلك طب ايه الاتجاهات الحديثة دلوقتي تعملها ان احنا نعمل اللي هو تكامل الدراسات. يعني هنا مسلا الرسالة هنا. احنا عندنا منطقة موجودة في هضبة الجلال. طب المنطقة دي يا شباب. في هضبة الجلال تهم الدراسات عليه. في دراسات جيولوجية كتير. بس منفصل لوحدها في دراسات جروفة زيائية كتير. في دراسات آآ تركيبية كتير. ولكن الجديد بقى انت تجمع هذه الدراسات مع بعضها البعض بحيس انها تدي صورة كاملة متكاملة. تاني حاجة ان انت تختار حاجة مناطق محل نشاط للانسان او فيها نشاط حديث او استردامات حديث. يعني منطقة الجلالة دي موجودة من زمن. لكن الجديد في المنطقة بالاضافة ان احنا جمعنا دلوقتي لو بصنا من العنوان. احنا عندنا دراسات هيدرو جيولوجي. يبقى ده هيدرو جيولوجي. وجوفيزيكس. على الخزان الجو في الضحل. طب الخزان ده عبارة عن عبارة عن سخور. عبارة عن طبقات. يبقى ازا هنا دلوقتي عندي العنوان هنا بيضم على الاقل تلات تخصصات مختلفة. تخصص في الهايدرو جيولوجي. تخصص في الجوفيزياء. تخصص في الطبقات. تبقى تلات اعناصر اساسية. يبقى ده الجديد اللي في الرسالة. طب ايه الجديد التاني? ان احنا دلوقتي ما استخدمناش كلمة هضبة الجلالة البحرية. لان هي قتلت باحسنا المنطقة. ولكن استغلنا ايه? ان فيه هضبة الجلالة تم عليها مدينة. بناء مدينة حديثة عندنا في مصر. فمعنى ذلك ان انا عندي مدينة حديثة. موجودة. موجودة على مناطق. ومنطقة دي حساسة ونشطة. هنشوف ليه دلوقتي. فانا بنستغل كلمة المدينة الجديدة. وبنبتدي نعمل دراسات بحيس ان احنا نقدم لصانع القرار. ملخص. واهم المميزات. واهم نقاط الخطر. او اللي احنا نسمى. اللي موجودة في المنطقة. بحيس ان اي حصل اي توسعات او اي تغيرات في المنطقة. نبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل. على الاقل ان احنا من ناحية الشيولوجيا او جوفيزيا. جوفيزيا مقدمين جزء. واكيد كل بتوع جغرافة بيقدمه. بتوع المدن والتخطيط. كل ايه? تخصص بيقدم. زي بقول لك كله نيادله بدلوة. عشان نطلح في النهاية. ان احنا تتبني المدينة اللي موجودة على اساس علم سليم واحدة صفات توسعات. ونبقوا عارفين في الدراسات بتتنبأ بايه اللي ممكن يحدث في المستقبل. دي من اهم النقاط اللي احنا عملنا. الرسالة هنا طبعا زي ما قلنا كده مبنية على تلات نقاط رئيسية. فحيبها صعب ان انت تعمل بحس يضم هزي النقاط. طالع من الرسالة دي وزي ما تعودنا دايما وقلنا ايد الرسالة تمنح دي الاقت على الاقل لازم يكون فيها. على الاقل بحس علم. بحس طالع من الرسالة دي. رسالة دي فيها بحس فقالا طالع بحس واثنشر. البحس ده بيهدامي بقى ايه? بنوكتين. اللي هي الهايدرو بجوفيزيا زائد الطبقات. عشان كده ايه? احنا احنا استعرض البحس او البحس طالع من الرسالة دي. اللي هو مختص بالدراسات الجوفيزيكية والدراسات الطبقية. بعد كده في بحس تاني هيدرو جيولوجي وجوفيزيا او هيدرو جيولوجي وطبقات. هنستعرضهم في حلقات قديمة ان شاء الله. النهاردة هنشوف البحس اللي طالع من هذه الرسالة. البحس ده اسمه يبقى تابع. بعنوان ده عبارة عن لتكامل البيانات المغناطسية والطباقية. ليه بقى هندرس البيانات الطباقية والمغناطسية عشان نحدد التراكيب الجيولوجية اللي موجودة داخل وحول مدينة الجلالة. لان التراكيب الجيولوجية ديت حيبقى لها دور كبير جدا في التوسعات في المدينة. هيبقى لها دور جدا في النشاطات احتضم في المدينة. هيبقى لها دور كبير جدا في المنشآت اللي ينفح تتبني في المدينة والمنشآت اللي ما ينفحش تبني في المدينة عشان هيبقى لها ايه خطر. بالاضافة ان مدينة الجلالة ليه تم دراسات عليها لان من ناحية التركيبية دي منطقة ناشطة. ناشطة من ناحية التراكيب ناشطة من الزلزلية نشطة من ناحية الجيولوجية وده بيدي لها اهمية كبيرة جدا بالاضافة ان هي تقع على خليج السويس عندنا في مصر ودي منطقة من ناحية الموقع الجغرافي منطقة استراتيجية في ودي منطقة برضك لها اهمية سياحية كبيرة جدا فاحنا هنا البحث بيختص ان احنا هندرس بقى الطبقات ونشوف الطبقات اللي مبنى عليها المدينة ده اول حاجة تاني حاجة الماجنيتك اللي هي هتطلع للاستراكشور بقى وده احنا قلنا دايما الجوفيزيائي دايما بيسهل على الجيولوجي التراكيب اللي موجودة تحت سطح فاحنا ده البحث والبحث ده اتناشر في مجلة جونوف جوفيزيكس اللي هو ايه مجلة المعد القومي اللي بحث الجوفيزيكية والفلكية ومن ضمن الحاجات برضك اللي انا عاوزنا ااكد عليها ان احنا لو شفنا هنا الرسالة هنا الطالب ده محمد مصطفى ان احنا بنأكد عليه شباب مش معنى ان ده المعد القومي بحث الفلكية وجوفيزيكية يبقى الخريجي الجوفيزييا بس اللي هيتعين فيها لأ محمد مصطفى ده طالب من منصورة ده كان بس من الطالب المتفوقين وتام تعين وكتير جدا وحنا عندنا فتنطو والجامعات الاخرى المصرية متعين في هذا المعد طلبة وليس فقط جوفيزياء وده اللي احنا بنأكد عليه ايا كان تخصصك ما تقلقش المهمة تكون طالب متفوق في تخصصة لان كل الطلبة المتفوقين في الجامعات الاول طلبة الاوائل تسعين في الماء بتعينهم معايدين في الجامعة طب المرحلة التانية والتالتة لا دولت ببالهم المؤسسات العلمية الموجودة من ضمنهم مؤسسة المعد البحوث الفلكية معد القوم البحوث الفلكية والجوفيزيقية وتقلقش لو انت سبيش يا الجيولوجيا او كيمياء جيولوجيا وبطبيعة الحال لو جوفيزيائي حتلاقيلك مكان في المادة بس لابد تكون منطلبا تفوقين عشان كده بنعيد مرارا وتكرارا الموضوع مش موضوع انت تخصصي الموضوع انت تقديرك ايه وفهمك ايه للمادة اللي انت بتدرسه تمام كده تعالوا بقى نرجع لموضوعنا ونشوف قد البحث العلمي يعني احنا احنا نهتم من ناحية الطبقية الصخور اللي موجودة على السطح وبنقدر نشوفها بعيني ده الجيولوجيا اللي بيعملها زائد ايه التركيب اللي موجودة سابسيرفيز ده اللي بحلنا هلنا بقى الجوفيزيائي عن طريق الجوفيزيائي حيستخدم ايه الماجنيت الخاصية المغناطيسية وطبعا بقى اذا تعودنا البحث دايما بيبقى فيه الاستراكت الاول اهو وبعد كده الانتروضاكشن وهنا بيبقى لك اللوكيشن ماب وده مهم جدا ان انت لازم تعرف في القارق بداية المنطقة اللي هو حيد لسه فيه واحنا لو بصينا ده خريطة مصر بيبين المنطقة هنا المدينة هي تمنقطة السوداء السوارة دي ده عبارة عن آآ غرب خليج السويس المنطقة دي لو كبرنا فيها شوية هللاقيها هي عبارة عن خليج السويسة هو في هضبتين كبار موجودين في هزين المنطقة اسمها هضبت الجلالة البحرية وهضبت الجلالة الابلية بينهم منخفض يسمى وادي عربة احنا بقى هنشتغل فين المدينة بتاعتنا موجودة فوق الهضب من فوق ده من الحاجات الجديدة اللي ان ده مؤزمة تبقى مدينة سياحية ورياضية فهي فوق الهضب فوق دي من الحاجات الجديدة او الانواع المدن الجديدة اللي في مصر هي تكون موجودة في اعلى هضبة وفيها تقدق وفيها ان شاء الله مشاريع كتير جدا قومية هيتم ايه الاعلان عنها رواي ده في مدينة الجلالة وطبعا اكيد احنا متابعنا يلا لها معارفين المدينة الجلالة ده بعض الصور من المنطقة برضك نفس العملية دي جوجل ماب بيبانى ده خليج السويس وهنا نهر النيل وفيه خط ما بين القهرة القطمية العين السخنة وبيبين مكان المدينة موجودة هنا وده الطريق الجديد اللي تم انفتاحه وبعض الانشآت صور لبعض الانشآت اثناء بداية الانشآت لان دي كانت فترة الدراسة المجلسية للطالب وهنا خليج السويس هوا تشايفين العبارة مع ديمن بعد كده بقى النقطة التانية بعد في المقادمة بنخش احنا قلنا في طبقات وفي مغناطسية فاحنا لو شفنا الوضع الطباقي بقى ـيه стратегرافيك سيكونس ان الوضع الطباقي بيبين الخاريطة الجيلوجية للمنطقة بتاعتنا ولو شفنا قادة هضبة الجلالة البحرية يا شبابهيت ولو بصرنا السطح بتاع هضبة الجلالة البحرية من ناحية الجيلوجيا اللي هو ما بنى عليه ده تكوين اسمه مقتن مقتن المقتن في مصر ده ناحية الطبقات بقى إبقى ده من ناحية الطبقات إننا عندي دلوقتي معظم المدينة فوق هضبة الجلالة الصخور اللي موجودة في قمة الهضبة ده عبارة عن صخور حجر جيري تتبع لعاصل أيوسين لتكوين فورميشن يسمى مقتم فورميشن أو مقتم جروب وأنواع مختلفة من الصخور ولكن معظمة صخور كربونية تحت بقى في الوادي بيبلق على طول الوادي كده قاطع بالضبط قاطع في سكينة في الطرطة كده فبينبقين للطبقات الأقدم فهينا الأقدم أقدم صخور موجودة في هذه المنطقة اللي هي صخور تتبع لعاصر الكربونيفرس تتبع لعاصر يا شباب الكربونيفرس يعني إحنا عندنا دلوقتي التطابعة الطباقي هناخده من أول السطح اللي موجود على السطح عاصر الكربونيفرس إلى أن نصل للأبر أيوسين يعني كزء كبير من عاصر الباليوزوك والميسوزوك كله بالإضافة للسينوزوك وصلنا لعاصر الأبر أيوسين وبعض المناطق البسيطة فيها مايوسين ده قطاع جيولوجي بيبقى اللي بقى المنطقة يا شباب ده قطاع في ايه ومتعتقد كده كده إنك واغد قطاع كده من الشمال خدت قطاع جيولوجي وكن طبعا كلكم جيولوجيين وفهمين يعني ايه قطاع جيولوجي من الشمال إلى الجنوب لو القطاع الشمال الجنوب إيه اللي حيبلي بقى اللول الأحمر ده ده صخور القاعدة وده بقى احنا عارفين إن ده الدرع العرب النوبي اللي تكلمنا عليه قبل كده في محاضرات كتير فيديوهات السابقة قبل كده ده الدرع العرب النوبي اللي موجود ده اللي موجودة يعلوها اللول الأصفر اللي هو الغالب الأعام مع عصر الكربونيسوس أو الباليوزوك بعد الباليوزوك وطبعا فيه كتير جدا بييجي بقى فوق الهضبة هي اللي بتبيني بقى دي لهضبة الجلالة البحرية وطبعا ده عبارة عن ودي عرب اللي احنا قلنا عليه هوت وفيه هنا هضبة الجلالة إحنا تركزنا على هضبة الجلالة البحرية هوت التتابع اللي فيها بص تتابع وشوف التركيب الجلالة ما قلنا بسيرفس احنا قلنا ودي عربة هنا لو لقينا هنلاقي صخور الكربونيفرس وتطلع لو شوفنا اللون لازرة ده الباليوزين لوار ايوزين والجزء الأخضر اللي مبنى عليه جزء من المدينة اللي هي الميدل ايوزين ده عبارة عن المقطع التيبس والمقطع جيب بايزا المدينة بتاعتنا موجودة هنا على صخور ميدل ايوزين جيب بايزا دي ميدل ايوزين لو بصينا فيها التتابعة حنشوف مع بعض ايه نوع الصخور اللي موجودة دي دي التتابعة اللي موجودة عندنا هنا بقى شوف الدراسات بقى جيولوجية حوالي المنطقة هنا بينا هنا بقى الدراسات بتبينها كتير شباب انواع الصخور اللي موجودة حوله واللي مبنى عليها المدينة ده اول حاجة والعصر بتاعها والصفات والسمات المتنوعة لهذه الصخور تاني حاجة التركيب الجيولوجية اللي احنا شفناها بقى بعينين يعني مسلا احنا لو شفنا هنا شباب ده عبارة من صخور عصر الترياسي. ده عصر الترياسي اللي واضح قدامنا دي منطقة بقوا صخور عصر ترياسي شوفين احنا دي عبارة عن ساند ستون متعدد للون ولو بصينا الطبقة اللي وقف فيها هنا الطالب وبعدها بشوها هنلاقي اللون اختلف خالص من اللون المبيض ده اللون الاحمد. ليه بقى? لانه هنا فيه فالق. يبقى ازا هنا المنطقة اول حاجة لاحزناها بقى ايه? عرفنا انواع الصخور اللي موجود فيها? تاني حاجة التراكيب الجيولوجي. بص بقى للفالق ده اللي موجود عندنا هنا يبقى ازا فيه فوالق موجود. طب بص في جزء تاني. ده عبارة عن صخور تاني. عصر تاني. اللي هو عصر التبشير. وتكون اسمه الملحة فورمش. لو بصينا هنا نفس القصة هنلاقي الطبقة ولكن هنا الفالق مختلف بقى هنا شوها. بص الفالق هنا عامل ازاي اللي احنا مشارعنا عليه بالسامة هنا مختلف عن هنا. هنا الفالق الزون بتاعه ضايق جدا لان الصخور امتحرت معها. هنا كان فيه زون للفالق والزون نفسه او مواطنة الفرق الكسرة اتملت برواسب اخرى. عشان كده هتلاقي فيه رواسب نازلة هنا هي من صخور صخور مختلفة عن الجنبين والصخور اللي هنا غير اللي هنا زائد ان الفالق هنا مليء بانواع مختلفة. ابقى ده من التركيب الجيولوجيال مهمة جدا. علشان دي تشوف هل دي هتستحمل بناية والبنايات اللي هنا سكل بتاعها كام والخواص ايه كده عشان نقدم تقرير كامل يجي بقى مهندسين بتقول هندسة يبقى عارفين الاحمال وتحمل احمال وطالبت الجيولوجيا الهندسية بقى يشتغلوا يقولوا اه طب احنا بتقول الجيولوجيا طلعونا هنا فيه تركيب طب التركيب دي ممكن تستحمل مباني اه الى العمق بتاعها يستحمل الدين والوزن وما ايه لزن. وايضا بص بقى الصخور الكربونية اللي هي المبنى على المدينة احنا قلنا عبارة عن ميدل ايوسين. ميدل ايوسين ده عبارة عن كله تسعين في المقى منه صفور كربونيتروكس. بقى بيتميز بحاجات خطرة جدا يا شباب. هي مفيدة جدا. لو خزان بوترولي. ولكن بتبقى خطرة لو احنا بنين عليه. عشان كده بنقدم تقرير نتجنب المباني على المنتظر. بتبقى عمل ايه? في كيف كهوف بقى. لو شايفين كده اهو. ده كيف اهو. تشوف لو الطالب ممكن يخش جوا الكافن. دي كهوف. يعني احنا لو دلوقتي لو في مباني هنا اتبنت عشوائية المباني دي مش هتستحمل. هتسقط مباشرة. ليه? لان فيه كهوف كتيرة جدا. بالاضافة دي صخور متقطعة. وباين هنا ايه? كسرات هنا. الرواسب اللي هنا مختلف عن حول النيديكات كعبارة عن كهوف وتملت برواسك. فدي كلها بنطلحها من ناحية الجيولوجية. وبنعمل تقرير بكده عشان نتجنب المباني في مناطق زي دي. وده من الحاجات المهمة جدا للدراسات. وبييجي بقى 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 الدراسات دي هي الجيولوجيا الهندسية. لو بقى هنا بقى اسناء ما كانوا بشوق الطريق فوق الهضبة فوق خالص. بين هاي الصخور الحجر الجيل اللونه ابيض. ولو بصنا لاحزنا هنا حلاق بص فيه اهو. فيه كان فيه فالق هنا اهو. والفالق ملب رواسك. فلازم الجيولوجيا دايما يبين الحاجات دي كلها. فاصبح دل وقت ان فيه كهوف في فوالق كتير جدا بين في المنطقة عشان كده دي بتعمل تقرير عشان نتجنب هزيه المناطق ونشوف ماذا تحمل هزيه الفوالق للمباني ولو ليه ولو هي مباني بسيطة مش هتأثر على الفوالق خلاص بس اللي قدر يقول مين ايه المتخصص في الجيولوجيا الهندسية. نيجي بقى في الجزء التاني يا شباب احنا خلصنا جزء الطبقات نخش في جزء الماجنيتك بقى الماجنيتك بيديني بقى التركيب اللي تحت الارض اللي انا مش قادر اشوفه. انا شفت دلوقتي تركيب اللي قدامي عرفت انواع الصخور عرفت التركيب الجيولوجية اللي موجودة ومعظم الفوال. نيجي بقى هنا بانطبق بقى ده الداتا من ايرو ماجنيتك. الايرو ماجنيتك داتا اللي خدنا هنا حصل لها عملية دخلنا برنامج زي سيرفر او برنامج بيعمل مابنج بياخد الداتا ويعمل لي بقى مابنج للمنطقة لشن طلع لي قيمة ايه التوتا الماجنيتك انت نستماع بقى وزاستطي قريب. ولو بصينا يا شباب هنا المدينة مبنية على حتة الخضرة دي. طبعا دي الالوان هنا بقى ما بتعبرش عن صخور. الالوان هنا بتعبر عن قيمة ماجنيتك. وبشكل عام كلما زادت قيمة الماجنيتك معنى ذلك ان صخور البزمت او صخور القاعدة هنا قريبة من السطح. عشان لان هنا قيمة الماجنيتك بيبقى تسعة تسعين في المية هي related لي صخور البزمت اللي موجودة في القاعدة. فلما كلما زادت قيمة الماجنيتك معنى ذلك ان المناطق دية ان البزمت روكسة صخور القاعدة قريبة من المنطقة. ولزلك بالفعل لو شفنا دي الهضبة. الهضبة دي شي طبيعي ارتفعت. فلما حصلها ارتفاع يعني البيزمت اللي تحت طالع لفوق. فلما طالع البيزمت فوق رفع لنا الهضبة والبيزمت بقى قريب من السطح. اما المناطق اللي هي اللون اللازلة ده معناها اللون ماجنيتك معنى ذلك ان البيزمت نزل تحت وبقت في مناطق عميقة. فاصبح دلوقتي بشكل سهل جدا من خلال الماجنيتك آآ ماب. بيانتلي فين الهضبة? فين الواده هو موجود? ولو بصينا هنا في بقى ايه? تركيب بين خط طولها. شفت بقى التركيب ده? ايه علاقت التركيب ده بقى? بقى نشوف الماجنيتك ده وجمال الماجنيتك. والقيم بقى اللي بتطلعلي. قيمة الماجنيتك يعني ايه بقى? شف ده خليج السويس وفيه هنا خط. بيزم في حاجة. القيم اختلفت من قيم مخفض على مقيم عالية. مرة واحدة يبقى اكيد فيه هنا برضا تركيب جيولوجية معينة. انا مش قادر يشوفه. ولكن الماجنيتك والنمال الماجنيتك هنا طلعتها. اهو بقى بدأنا نستخدم بقى ايه? قيم او خراية اخرى للكيمة الماجنيتك اللي هي ريديوس للتوبول ماب الماجنيتك انومل هنا وبنعمل لها نفس العملية عملية وتخريط بتطلع للقيم شفنا برضا القيم العالية هنا القيم عالية هنا دي هضبت جلال البحرية. هضبت جلال وبنهم واقعة الوادي المخفض ولو شوفنا فيه تركيب هنا بالعرض جاي من شرء الغرب وفيه تركيب جاي من من الجنوب للشمال او بالزبط كده من الجنوب الغرب من الجنوب الشرقي للشمال الغربي من الجنوب الشرقي الى الشمال الغرب اهوات فيه تركيب موجودة هي تكون لها. هنشوفه مع بعض روايدا روايدا كده. ننزل طبعا قيم مختلفة للماجنيتك اللي احنا شايفينها. وهنا برضا رسمنا خريطة كل مرة بنحافظ على مكان المدينة ونقوله التركيب الجيولوجية المختلفة اللي تم استنتاجها من خلال الماجنيتك. طبعا طلب الجيوفيزي يبقى عارفين الحاجات دي. والمش عارفين احنا هننزل البحس ياريت يحملوا البحس ويقروا القيم ديت وازاي حصل لها لان ده شغل الجيوفيزيكس ان هو من الدرجة الاولى ان هو بتاع برامج هي اللي بتعمل المابينج ده زي السيرفر لان قيم الديجيتال ديت بتاخد ارقام لارقام دي بتدخلها وتدخلها على الخريطة وتعمل لك عملية مابينج بنبتدي بقى احنا كجيولوجيا بنبتدي نفسر ايه التركيب ديت وطبعا واضح جدا الماجنيتك كل ده ان انت لو بسيت كل القيم المختلفة نفس القصة مدياني فيه خط كبيرة هو واضح وحنعرف الخط ده جاي من اين هو بالاضافة ان فيه قيم في المنطقة الجلالة دايما عند المدينة الجلال لاقي قيم الماجنيتك عالية جدا فيه كل منزل جنوبة حاليا بتنخفض وترجحتها على تاني كل ده ماجنيتك اهوت وده زي تلت تقدير نفس نفس القصة بدأ يتبيني بقى الخطوط هاي فيه الاتجاهات هاي بدأ بقى هنا تعملي ما بين الوحدات الصخرية اللي موجودة تحت سطح الارض كل لون من ده شباب اكيد بيمسل واحدة صخرية وطبعا الوان دي قيم ماجنيتك ولكن هي القيم الماجنيتك جاي من اين جاي من صخور تحت الارض ولها قيمة ماجنيتصية فاصبح كل لون وكل شكل هنا عبارة عن وحدة صخرية موجودة سب سيرفس بنبتدي بقى نشوف مع بعض ايه الصخور المتوقع وجودها هنا ونبتدي نتخيل يعني احنا تقريبا كده بنقول ان اللون الاحمر ده ريليتت للوحدات الصخرية اللي عبارة عن صخور القاعدة البيزمنت روكس اللي موجودة عبارة عن صخور نارية وصخور متحولة وكل ما نقرب للسطح والالوان الخفيفة دي عبارة عن السيدمنت روكس الرواس بباكة اللي موجودة هنا او تتابع التباقي باللون اللازرق ده ده عبارة عن صفور رسوبية يعني معنى ذلك ان تتابع الرسوبة هنا كبير يعني كل العمود الرسوبة موجود هنا كبير جدا اما تحت المدينة حنلاقي لا الرسوبة اقل ويه الماجنيتك هي القريبة من السطح في المناطق اللي زي دي يدي كلها كراءات وتحليل وهنا بدأنا نطلع فوالي بقى هوات بدأت طلع فوالي ولو بصينا حنلاقي مجموعة فوالي هي تلخط اللي كان موجود دي عبارة عن مجموعة فوالي ايه مواق ده اتجاه الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي وفي بعض الاتجاهات اللي جاية من ايه شرق غرب نروح بعد كده بقى كل ده استراك فاينال كلاستر انديكيت بقى يلينا بقى ايه المناطق اللي فين بقى كل المناطق اللي احنا بنعملها دي مناطق اهتمامات ومناطق تركيز بنسبة لنا في الشغل والاخر توصلنا الفين بقى يا شابب ده عبارة بقى طلعنا استراكشور ماب وبناء على الماجنيتك ان احنا لو بصينا حلاقي ان احنا عندنا مجموعة فوالي لهم اتجاهين لو بصينا الاتجاهات ده بقى في الاولر روز والتلت الروز حلاقي طبعا في التركيبية لما بتعمل اتجاهات دي بتقول ليه بقى بتقول لي طبعا الخط ده او القيمة هنا عالية ليه بتقول ان معظم التركيب الجيولوجية اللي موجودة عندك في المنطقة هي اتجاهها الشمال الغربي الى الجنوب الشرق ده ما يصل الى تمانين في المية من التركيب اللي موجودة في المنطقة بعض التركيب التانية ممكن تصل الى اربعين في المية بقى جاي من بقى يا شباب من الشمال الشرقي الى الجنوب الغرب اللي هو الجزء ده اهو هنا واضحين الاتنين ده وفي اتجاهات الاخرى واضحين طب ليه بقى ليه شمعنا الاتجاهين دولة حد يقدر يقول ليه يا شباب شمعنا بقى اتجاههم دولة اللي عملهم. حد يفكر كده. ليه معظم التراكيب هنا كان جاي من الشمال الشرقي الى من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. ليه كده زي ما مبين عندنا في القولة الروس ده. من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. ليه معظم التراكيب هنا موجودة في هذا الاتجاه? حد يقدر يقول? اهي واي انا سامع الناس بتقول اه براف عليكم صح? لان ده اتجاه خليج السويس واتجاه البحر الاحمر. فلما حدث انفتاح للبحر الاحمر وخليج السويس من بداية عصر الوغوسين مايوسين كانت فيه مجموعة فوالي كتيرة جدا كانت فيه هذا الاتجاه. فالمنطقة اللي تركز فيها الفوالي اتفتح فيها البحر الاحمر وخليج السويس. خلاص? ولكن مش معنى ذلك ان المنطقة دي فقط هي اللي فات تجاه. لا ده الفوالي دي لها تأثير على مدى كبير جدا في المنطقة. واثرت على هضب الجلال البحرية والابلية. ولكن هنا كانت نسبة الفوالي اقل موجودة هنا. ولكن ما زالت موجودة الفوالي. يعني ممكن لو حصل حركات ارضية بعد كده حنيفة وبتاح. ممكن نلاقي الجزء ده انفصل كمان. هنا. يعني الجزء ده ممكن ينفصل تماما هنا هيبقى ايه جزيرة. بس ده هتبقى مصلحة لو حصلت لان المدينة هتبقى جوه جزيرة بقى. يعني هتبقى فايدة للجزيرة. انما المدينة نفسها المناطق فيه فوالي ولكن نسبة الفوالي ايه بسيطة. مش كتيرة زي جينا المنطقة هنا مثلا فيه فوالي كتيرة جدا في المنطقة دي. فمنطقة دي نتجنبها هنا نتجنب اي مشاريع كبيرة على طول هذا الفعل اللي اي حركات زلزالة تحدث في خليج السويس ممكن يحدث في هذه المنطقة يا شباب. فدي كلها تطبيقات واتجاهات تم تطبيقها في رسالة ماجستير لان هو ده اللي احنا عايزونا والشباب دايما فكر بقى في مشاريع كتيرة. كل منطقة موجودة عندك في مصر او في اي دولة عربية. حتلاقي قطلة بحثا في اتجاه او تجاي من ابحث. الجديد بتاعك ان انت تعمل التكامل ما بينك وبين تخصصات تانية. تعاون في معظم التخصصات. تاني حاجة ان انا اختار اماكن اصبحت اماكن محل اهتمام للعنصر البشر وبقت اصبحت لقيمة عشان نعمل على الدراسات دي عشان تبقى دراسات مفيدة من كل اتجاهات لك من ناحية الدرجة العلمية ومن ناحية التطبيقية. وإلى اللي نلتقي ان شاء الله في الخص رسالة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.